أبواب مغلقة ووجوه أتعبها لانتظار تتزحم في طوابير طاولة لساعات أمام ما تبقى من محلات الصرافة والتحويلات المالية هذا هو المنظر السائد في جميع المحافظات اليمنية في هذه اللحظة والتي تصادف عيد الفطر باحتياجاته ومتطلباته يحدث أن تفتح هذه المكاتب أبوابها لكنها في الحقيقة لم تعد قادرة على دفع حوالات المواطنين بسبب انعدام السيولة النقدية وقيام الميليشيا بسحب مبالغ مالية من البنوك إلى جهات مجهولة بحسب مراقبين البنك المركزي والأكبر في البلد أغلق أبوابه لأول مرة في تاريخه بعد أن صار عجزا عن دفع مستحقات ومرتبات الموظفين نتيجة انعدام السيولة النقدية في خزانة البنك موظفون حكوميون أكدوا أن لجان ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المؤسسات المالية والوزارات أبلغتهم بتأخير صرف مستحقاتهم المالية إلى ما بعد إيازة عيد الفطر وبحسب مسؤولين مصرفيين فإن البنك المركزي يعاني من شح حاد في السيولة النقدية بعد استنزفة الميليشيا احتياطاته من العملة مع عجز يومي يقدر بـ 96 مليار ريال في ظل تراجع العيدات المالية واستمرار أوامر الصرف الخاصة بالميليشيا والتي لم تتوقف طوال أكثر من عام تقرير حكومي قدمه وزير المالية إلى سفراء الدول المانحة على هامش مشاورات السلام في الكويت قبل أسبوعين كشف عن استيلاء ميليشيا الحوثي على أكثر من مليار ونصف المليار دولار من الاحتياطي النقدي خذل 16 شهرا الماضية تحت مسمى المجهود الحربي الحرب التي لا تريد لها الميليشيا نهاية صارت على وشك أن تكتب نهاية شعب بأكمله فيما الميليشيا التي تتحكم بالمؤسسات المالية وبمصير هؤلاء لا تكتلث إلا لحساباتها التي أصبحت متخمة على حساب حياة اليمنيين ومستقبلهم